عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري وشدد رئيس الوزراء على ضرورة العمل على مدار الساعة من أجل الإسراء بمعدلات التنفيذ ودمان تحقيق معايير الجودة المطلوبة وفقا لعلى المواصفات لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة أولا بأول وذلك فضوء الأهمية الاستراتيجية والاجتماعية الكبرى للمشروع وعثروا على توفير حياة طليق بكل مواطن مصري وبالدولة المصرية وأشار مدبولي أنه بانتهاء هذا المشروع ستقدم الدولة المصرية للمنطقة والعالم أجمع نموذجا فريدا من التنمية الشاملة والمستدامة يترجم الأداف الإنمائية للأمم المتحدة في مشروع قومي واحد كما جدد مدبولي مطلبة للمواطنين بالحرص على التسجيل والتقدم لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا لضمان السلامة الشخصية وتجانب الأثار الصحية السلبية والحفاظ على صحة المجتمع بأكمله لسيما في حرص الدولة على توفير اللقاحات بالكميات اللازمة والتوسع في إنتاج الأمصال محليا